جاودوا مقطع يا حباب، نزلتكم مقطع على قناتي الثاني بعنوان من الملكة المشاهير، مقطع إبارة عن فضايح اليوتيوبر، مقطع صراحكوش قوي، كلش قوي ما حبيت أنزل على هاي قناة إلا حاب يشوف هذا المقطع يا حباب، رحطوكم رابطة على الوصف، مقطع كلش ناري، مقطع كلش خرافي، فجره هذا مقطع باللايكات، وهذاك المقطع باللايكات، والرابط والوصف، روح يشوفوا المقطع الخبر الأولي عدنا عن تهجم متابعين نورمار عليه، بالنسبة للوقت، صاروا يتهمون نورمار، أنه سوى مشكلة ويا جواني سيب بعد ما هو أعلن أنه يريد السفر إلى دبي، أو يريد السفر إلى دبي، أو يريد السفر إلى دبي، أو أنه يستطيع صوره يا بيسان، إلا إذا هو صديق جواني لا يستطيع صوره يا بيسان، ومثبت تعرفون أنه مصدقائي يا حباب، وحسب الاستورة هو نزلها، كانت يتحدث عن الاستغلال، ولكن من الواضح يا حباب حسب ما شاف المتابعين، أنه جواني لم نزل مقط على أصدقائه، وبلغطة أساساً هو اللي أساساً انتشرت يا حباب، أنه كانت يصالحون، نورمار و باريش إذا كانوا شايفين نوكو كاميرات وكاميرات قاعدة تصورهم، يعني إذا هم كانوا من أساس عارفين الموضوع عبر عن استغلال، لماذا هم طلعوا من حفلة من الأساس، ورفضوا الموضوع؟ طبعاً ما أدري مثل ما قلقوا يا حباب، أنه أساساً مو إيا أحد، ولكن انتم من أحباب بالكومنتات تتوقون هو سوى هذي شامل صوره يا بيسان أو لا، وطبعاً الدلي على هذا الموضوع يا حباب، ومثل ما شفت يا حباب الفيديو هم تصالحوا، أنه بيطار هو أساساً لزم نورمار هو الخلاء أنه يصالح وهي باريش، فليش هو مشاهل الفولو عنا؟ لأنه يبقى هو أساساً ما يأثر على هواحي صوره يبيسان أو لا، ولكن إن شاء الله بس عن نجواني، أكل الاندرسة يتعلمنا يا حباب من هذه القصة، يفعل خيراً شرراً تلقى، وطبعاً نورمار يا حباب طلع بالستوري، صار يخصف ممكن جواني وغيره، فنزل هذا الستوري يا حب يا حباب شوفوا الخصف مالتن يا جماعة جايين نويل عند الخواريف، عا بيعملوا ضحية، طبعاً في كتير أشخاص أنا بعرفهم أنهم موجودين هون الحمد لله، فيها بسايد الأشخاص كلهم بعرفهم، موجودين هون الحمد لله خواريف كتير بعرفهم بحياتي شفتهم هون فكتبون يا حباب بالكومتات من توقعون نورمار حالياً، يقصد نروح حالياً القمر مارو ليش خشمها كان دينزل دم، فقمر يا حباب نزلت على حسبها بالإنستجرام، هذا الستوري وهذا الستوري يا حباب، كان حط صور الخشمي قاعد ينزل دم، شاكت بي عليها؟ أنا لو أقضيها أدوخ لو أنزف هاي حياتي، ولكن بعدها حثتي حباب بالصورة تقريباً بعشر دخائق، طبعاً بلسبة يسأل يا حباب ليش خشمها دينزل دم، فليعرف يا حباب إنه قمر نوعاً ما تعاني من فقر دم أو مون فقر دم يعني نقص حديد، يعني عادها مشكلة يا حباب يخليها تدوخ شوية وحياناً يغمى عليها، عاستو بتقول أساساً هذا السبب هو اللي خلها تطلع من الفريق نورمار، طبعاً اشفيها يا رب إن شاء الله ما تشوف أي شرب حياتها، ول ونسألتوني يا حباب بنتدعونها بالكومنتات إن والله يشفيها يا رب، وروح حاليا المسام تكيت وتنزل لهذا السبب قاعد يعلم من خلال اللي رح ينزل مقطع وياسو، وفكرة هذا المقطع يا حباب بأنه مفاتوا والبيت مسكون، فطبعاً من الواضح يا حباب رح يكون مقطع ناري رح يزيلكم اليوم على القرارة ففنبولي الساعة بالأربعة، فكتوني يا حباب بالكومنتاج قامت حبسي هذا المقطع وروح حاليا المفاجآت اليوتيوبر، أول شي يا حباب ناري بيوتين نزلت هذا الس من شانك نتبع عليه شي قوي بدون صوت مشان ما نخرب الجاية كاتبين كم يوم بس وقاعدين واضح دي يشتغلوا على شي قوي والليك طبعاً ممكن من الواضح تكون هي عبارة على الأغنية يا حباب اللي قلت لكم عليها قصتها هذه الصورة، طبعاً ما يعرف يا حباب عن شين ده أحكي ممكن تكون أكو أغنية بين ناري بيوتين موفلوكز، اللي شاف هذا المقطع يا حباب يعرف عن شين ده أحكي عن أغنية بين ناري بيوتين موفلوكز بعنوان ري الحب فاشتغلقاً يا حباب المفاجئة مع النارين بيوتين يكتبونها بالكومنتاج جيمة حمسين إلها واروح حاليا إلى أحمد أبروب وتنزل لهذا الستوري كان من داخل استوديو تجيل أغاني ورح كعاد يعلن هو رح يستوي أغنية جديدة وبالنسبة وقت بعد النزل شفية الستورية كان من داخل المطار من الواضح رح يسافر على مودي يقدر يصورنا هذا الفيديو كليب بشكل حلو وخرافي وبيصلوا لحباب النصات المقطع للسؤول مقطع الفضايح النار على النارين بيوتوبيستان وغيرها يا حباب الوصف الكل يدخلوا على مقطع حباب الفجر مقطع باللايكات وبس شاركوا فيها زي ما خاتمك القصص مع السلامة